اشتركوا في القناة 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 المكونات لان ندعينها المكونات لان ندعينها لان ندعينها تزوج مغارف هنا وزوج مغارف عيارت ناطوغل وندع ملعقة من العسل قبل اي ماسك نذهب ونعاود لكم لازم تكون البشرة نظيفة من قع الشوائب تغسلوها مليح مليح بالصابون اللي تستعملوه وتنقوها من الاعمق يعني من الماكياج كنتوا تدعينها وتنطفوا مليح مليح وتنبسوك اي شيء يعني هكا عندكم قديمة في الدار و لابيجاما قديمة لكن كل ماسك انتع لكم يطاشي القش هديه الحاجة اللي فيه نقولها لكم انه يطاشي القش لازم تنبسوه حاجة تكون يعني تتحمل هاداك الوسخ هاداك اللون الاصفر اللي غدي تطلقه لكم نخلطوا هذا الماسك انتعنا مبدأوا على بركة الله كيف معكم تشوفو هنايا بسم الله نديروا هادا الياير طماطوغة نجيبوا ملعقة من العسل هاكا هادا الماسك انا اليوم اعتدر تقطع لي الفيديو ما فقتلوش كنت نخلط ونهضر ونحكي لكم ونكمله من دمجة في الفيديو باش نحكي لكم على الفوائد وقا كيما قدت لكم هنا يقدر تسميل عقا من العسل وزدت لكركم هادا الكمية هادا هادا الكمية هادا هادا الماسك هادا نقدروا نحتفظو به لمدة الثلاث ايام وهادا هي الحاجة المليحة فيه يعني ما يفسد شو ولا يعطينا يتبدل مفعول متاعه ولا تقعد نفس الفعالية فيه نقدروا نحتفظو فيه تلت ايام في الثلاجة كيما قدت لكم نديروه على بشرة نظيفة يعني وكيما نقلو كاتلي وحده قاتلي ثمرة وديري لي الماسك يخطي باش تحافظ على اللون البشرة باش يقعد ديمة ناقي وباهي يعني واستمر حتى تحافظ عليه واللي بايضة تحافظ على البيض حبس كل بشرة متعرضة بزاف تعال العوامل منها السمش منها غصة بنتاع الكوزينة في الطياب فلازم تحافظ عليها تكون نديري لي الماسك مرة على مرة وتعتني بنفسك وديري الترطيب باش تحافظ على اللون البشرة كيما راكم تشوفو احنا خلطت وقلت لكم سمحولي تقطع الفيديو هادي هي المكونات بسيطة ثلث مكونات ونقدروا نديرو العسل فقط مع الكوركم وهادي هي تشوفو ندير كمية لازم تديري الماسك هذا في وجهك تحاولي يعني تديري فوق الحب نتاع الشباب كي يكون عندك حب الشباب تحاولي تديري فوقه كيما هكا كيما راكم تشوفو معايا هنا طبقة هكا ملكركم على وجهك هكذا وتخليه المدة عشرين دقيقة عشرين دقيقة يبس هنا كي يبس الماسك واش تديري تبدأ تجيبي الماسك وتبدأ تبرمي فيه فهمتوني ان شاء الله تكوني كيما هكا تخلي عشرين دقيقة وتغسليه بالمال بارد وكي تكمليه تغسليه بالمال بارد على باش تتغلقي الماسامات اللي تكون مفتوحة اكيد فهذا الماسك هذا محيد بزاف كي تغسليه بالمال بارد تقدري يوميا تديريه يوميا متتاليا ثلث ايام وبعدها تقدري تعاوده تحبسه بعد ثلث ايام وترجعي تفوتي واحد العشر ايام وتبدأ يتعاودي تديريه وتقدروا كيما اقول لكم تحتافظوا به في التلاجة وتستعمله وايضا القركم مضاد للأكسدة يعني ما يتأكسدش ولا يدي التفاعل ولا حاجة مضاد للالتهابات والبكتيريا وايضا تاني العسل فيه مضادات للبكتيريا وهو والحليب يعني ولا اليايورت هذا الناتوغال اكد لكم هاد المكونات ثلاثة عندها تفعل عجائب للبشرة عندها يعني حاجة عجيبة تديرها للبشرة ان شاء الله يكون عجبكم هاد الفيديو وتستفادوا منه بإذن الله انا عاد نطبق هذا للهالة السوداء بالنسبة اللي عندها الهالة السوداء تخليه لمدة نصف ساعة تحت العين ومبعد تمسحيه بالماء الورد اكوا فاهميني ماء الورد عنده فعالية شابة بزاف بشي يقلع الاب القطنة تديري قطنة تديري فيها ماء الورد وتبدي تمسحي في الماسك هدي الطريقة انتع الهالة السوداء وتقدري في الهالة السوداء تاني تتغني على الحليب تديري الماسك انتعك الكركم مع العسل فقط ان شاء الله يكون عجبكم هاد الفيديو اليوم وتستفادوا منه حباباتي ونصيحة مني لكم مجرب مئة بالمئة وفعال بإذن الله يعني فقط تفائلوا وقلوا بسم الله وتوكلوا على مونانا وجربوه مع السلامة البنات نسيتنا دعمكم للقناة نتاعي ومرحبا بالبنات اللي انضموا لينا ان شاء الله تكتروا ليلي جنب هاد الفيديو مع السلامة اشتركوا في رواحكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة